مشروبات الشتاء الدافئة الأكثر طلبا في الكافيهات طريقة عمل الهوت شوكليت بسر الكافيهات عايز أقول لكم سهل جدا وكمان فيه سر مهم جدا هتشوفو في الفيديو كل اللي احنا محتاجينه أي نوع من الحليب سواء الاكتل أو حليب اللي هو البلدي عادي اللي موجود عند أي لبان هنحتاج أن احنا الأول حاجة هنجيب الحلة وهنضيف فيها 2 كوب من الحليب أتمنى من حضراتكم تصلوا على النبي وتكتبوا لي في التعليقات حضراتكم بتابعوني منهم وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد مطبخ شيكو توتا قناة متخصصة بكل ما يتعلق بالطبخ ولو حضراتكم مهتمين بالمشتريات والميزينيات تابعوني على القناة التانية مطبخ أشرف زهرون بعد ما ضفنا الحليب هنبدأ نضيف كيس واحد من الفانيليا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده بعد كده سواء بقى لهوت شوكلت أو مشروب الشوكولاتة الدافئة ممكن نستخدم الكاكاو العادي أو الكاكاو المحلة أو ممكن نستخدم كوكز هنحتاج يا جماعة قد إيه بقى على الـ 2 كوب من الحليب هنحتاج 5 معالق صغيرة من الكاكاو لازم يا جماعة نمشي على المعيار بالشكل اللي أنا قيله عشان يطلق قوام بتاعه ساميك زي ما احنا بنشربه في الكافيهات دايما مشروب لذيذ وجميل جدا وبيدفي جدا جدا في الشتاء بعد ما ضفنا الكاكاو بتاعنا هنبدأ بقى نضيف النشا النشا الدرع هنحتاج بالزبط منها 2 معلقة صغيرة من النشا يعني معلقة واحدة لكل كوب من الحليب وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين بقى هنبدأ ان احنا نضيف السكر وطبعا زي ما حضراتكم معارفين السكر حسب الرغبة يعني احنا هنضيف 3 معالق صغيرة لكل كوب من الحليب لو انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة أو سكرها زيد ولو حابين سكرها مظبوط هنضيف معلقتين صغيرين لكل كوبية طبعا احنا نضيفين هنا 2 كوب فهنضيف 6 معالق صغيرة وطبعا لو مش بتحبوا السكر قوي كفية معلقة او معلقين معلقتين سكر بس كفية خالص وممكن تحلوه بعسل النحل لو عندكم بعد كده نبدأ ان احنا نقلب وهنسيبه بقى على النار متوسطة عشان كده طبعا لازم النشا تستوي كويس جدا مع التقليب يعني مش هنعلل النار هنخليها نار متوسطة او نار منخفضة لمدة 7 دقيقة وبعد كده نبدأ نعلل النار عشان اللبن يبدأ يندمج مع الكاكاو والنشا تكون استوت ويبدأ القوام بتاعه الجميل الكريمي زي ما حضراتكم شفتم طبعا انا اول ما فتحت طبعا الحلة كانت اللبن البخار طلع طبعا على طوله على الكاميرا فما ظهرش حاجة قوي انا كنت حابب اوريكم القوام قد اتقل بس هنشوفوا في الوقت او احنا بنصبوا في الكبيات بتاعتنا او الفناجيل بتاعتنا اتمنى من حضراتكم يا جماعة تقدروا مجهودنا دوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل مهوق ديد شجعونا يا جماعة زي ما انتم بتشجعوا المحتوى الترفيه او المحتوى الروتيني شجعوا يا جماعة محتوى الطبخي لان احنا بنتعب كتير جدا عشان نوصل لكم الفيديو وتشوفوه بكل التفاصيل والمونتاج والحاجات دي فاتمنى من حضراتكم تصلوا لنا دي ودوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انتم حابين تشتركوا في القناة وتفعيلوا الجرس على الكل طبعا احنا تعايزين نختبر هل بقى الهوت شوكولت ده زي بتاع الكفهات ولا لا هنبدأ بقى نضيف اي حاجة عندنا سواء مثلا شوكولتة فرماسية لو هي فضلت سبتة على الوش زي ما انتم شايفين كده معناه ان القوام مظبوط والمعيار مظبوط ولو نزلت لتحت معناها كده ان الهوت شوكولت مش مظبوط خلص وطبعا ممكن تضيفوا اي حاجة مثلا شوكولتة شيبس ممكن تضيفوا مارشاميلو اي حاجة انتم بتحبوها على الهوت شوكولت ممكن تضيفوه سايفين طبعا يا جماعة طبعا الحلويات اللي موجودة اسمها حلويات حجر بتكون تقيلة قوي قوي وانتوا زي ما انتم شايفين كمان هتكون سبتة على وش الهوت شوكولت وده معناه ان الهوت شوكليت مظبوط المعيار مظبوط اتمنى من حضراتكم تقدروا بجهودنا تنسوا الشال لايك وان شاء الله باذن الله انتظرونا على قناة مطبخ شيكو توتا وقناتنا التانية مطبخ اشرف زهران استودعكم الله وصباحكم زي الفل والسلام عليكم باي باي